في ذروة الطفرة النفطية ما بعد جائحة كورونا، الجزائر تطرح خطة جديدة في سبيل تحقيق الانتقال الطاقوي بتوسيع حصة المصادر البديلة في تزويد الجزائريين واستخداماتهم للطاقة في مختلف مناح الحياة. الخطة الجزائرية المحدثة تستهدف ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز الطبيعي قصد ضمان استدامة صادرات البلاد من هذا المورد الطاقوي بتسريع وطيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة عبر فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والدول المتقدمة في ميدان الطاقة الخضراء. وتنطلق الخطة من تحقيق التحول الطاقوي عبر كل المرافق والمؤسسات التابعة لقطاعي الصحة والتربية في ظرف ثلاثة أشهر على أقصى تقدير مع اعتماد المعايير البيئية في توجيه قطاعي البناء والأشغال العمومية بالنظر إلى تفاقم معدلات الاستهلاك المنزلي للطاقة بصفتها أكبر الفروع تبديراً للكهرباء والغاز عبر البلاد. بالتزامن ستكون البلديات ملزمة على استعمال الطاقة الشمسية في ضمان الإنارة العمومية. نفس الإجراءات ستجبر الهيئات المكلفة بإدارة الطرق السيارة والمناطق الجبلية على تنفيذه في أقرب الأجال. ولأنها منافذ لتبدير الطاقة المنزلية فإن خطة الانتقال الطاقوي تتضمن إطلاق معركة في مواجهة أجهزة التدفئة عبر المطابقة لمعايير ترشيد الطاقة بإطلاق حملة مجانية للمراقبة التقنية للمدفئات. إجراءات تترافق مع منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للطاقة قريباً للإشراف على السياسات العمومية في مجال الطاقة. ترجمة نانسي قنقر